تعالوا نصلي خصصنا كل يوم خميس من أجل طلبات واحتياجات الصلاة وعم بتصل أعداد كبيرة من الصلوات وحتى أنا بصلي معاك يعني اليوم ما زال في أعداد كبيرة عم بتصل يمكن تأخروا بالوصول إذا في ناس بعثت الصلاة اليوم أكيد رح نكمل بالصلاة كل أسبوع لكن كل طلبة صلاة موجودة على الصفحة احنا منصلي بشكل شخصي لالها احنا منيجي بالصلاة إلى إله حي إله شخصي إله قريب إله العهد إله اللي احنا منستند على وعوده الكتابية ومنيجي بثقة العرش النعمة بنيجي بالإيمان للرب ومنيجي حتى الله يتمجد من خلال استجابة هذه الطلبات يكون كل شيء لمجد الرب وطبعا كل هذه الطلبات حسب مشيئة الله مش كل الأمور ممكن ندركها أو نفهمها في هاي اللحظة الله دايما عنده طرق أكبر وأبعاد كبيرة اللي ممكن ما نستوعبها في هذا الوقت لكن بحب أكد لكل شخص مشاهد مشاهدينا إنه دايما خطة الله للبركة خطة الله للخير وخطة الله دايما نهايتها شيء جميل وحلاوة حتى لو مش شايفين كل الصورة الكتاب المقدس بشجعنا بقول اسألوا يعني أطلبوا تجدوا اسألوا تعطوا اقرعوا يفتح لكم والكتاب بعلمنا إنه نيجي بثقة العرش النعمة لكي ننال والكتاب بعلمنا إنه نيجي للرب الإيمان مكتوب ومهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة إحنا أكيد يعني عايشين في أيام صعبة وفي وضع تعيس بصراحة ولسيما بعد وبأ الكورونا والحالة النفسية والاجتماعية النفسية والروحية والجسدية اللي بمر فيها العالم وجزء من هذا العالم ألاف من مشاهدين اللي بيسمعوا الرسائل بشكل يومي أو بيشاهدوا البرامج من خلال القنوات الفضائية أو إعادتها على اليوتيوب وعلى الفيسبوك أنا عاوز أقول لكل شخص بيشاهدنا إنه إحنا منحب نتواصل منحب نتفاعل معك والغرض إنه حتى نبني كمان مجموعة اللي بتحب تتلمز واللي بتحب تتعلم كلمة الله وإنه تدخل معنا حتى نحطك في برامج روحية اللي أنت ممكن تستفيد وتتعلم من كلمة الله الغرض الثاني اللي من الصلاة ما هواش من طرف واحد إنه أنا رح أصلي وخلينا نصلي إنه متل ما بقول كتاب حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة هناك أكون في الوسط فالرب لا تحد أي مسافات الرب موجود معاك بغض النظر في أي دولة في أي بلد في العالم أنت موجود فيها اللي بجمعنا واللي بوحدنا هو روح الرب وإذا أنت شخص ما بتعرف الرب عاوز أشجعك اليوم إنك تفتح قلبك وتسلم حياتك ليسوع المسيح وتقوله يا رب خلصني من الخطيئة وصليها أقوله يا رب تعال أدخل إلى قلبي وحياتي عندها بيسير فيه هاي العلاقة إنك تصلي والرب بيسمع الصلاة قالوا للرب يسوع علمنا أن نصلي وهي الطلبة كانت من تلميذ الرب يسوع المسيح فعندما نصلي أبانا الذي في السموات هذا لازم يكون لنا علاقة وثيقة علاقة شخصية علاقة حميمية بالرب يسوع قد اختبرنا وعلى أساس هذا المبدأ إحنا منصلي منقوله يا أبانا وبناء على هذا الموضوع إحنا اليوم راح نصلي هذه الطلبات بصراحة في طلبات كتير للصلاة وفي طلبات ما زالت عم بتيجي حتى هاي اللحظة بس لحظت إنه في كتير طلبات صلوات من أجل الكورونا وإسا راح نخصص هذا الجزء من أجل طلبات وصلوات الناس اللي مريضة بالكورونا سواء شخصيا أو شخص عزيز أو أحباء لكو اللي طلبوا إنه نصلي من أجلهم وكمان أنا بعرف شخصيا كتير من الأصدقاء والأحباء من الدول العربية في كل مكان مصابين بمرض الكورونا لكن ما بعثوا هاي الطلبات فاليوم راح نرفع كل هذا الاحتياج في هذا الوقت مثلا نانا رزوق بتصلي بتقول أرجوك صلي من أجل أخت في الكنيسة مصابة في كورونا قوية وهي في المستشفى وعندها ثلاث أولاد الرب هيك يتدخل ويؤمر في الشفاء العاجل في اسم الرب يسوع وبتشكر أنه أنه رب راح يسمع ويستجيب آمين يا أخت راح نصلي من أجل هذه الطلبة كمان خليني أخد فيه كمان طلب من أجل أم وأخت للشفاء باسم يسوع معهم كورونا هاي الأخت رندا اللي بتطلب الصلاة من أجل الأم والأخت للشفاء من الكورونا في طلبة أخرى من الأخت تاريز صلاة من أجل سارة كندو المريضة بفيروس كورونا في الرئة وكذلك عفاف وحماتها مصابين بالكورونا ولا نثق بشفاءهم في اسم يسوع آمين آمين منثق معك يا أخت تاريز أنه الله يتدخل بالشفاء كمان في من ماريا عند طلبة صلاة لأجل عام مقيم في ألمانيا اسمه دانيال اتصاب بمرض الكوفيد رجاء تتحده معي بشفاءه في اسم الرب يسوع آمين احنا متتحدين معك أخت ماريا من أجل شفاءه الأخت فلونا سلام المسيح أطلب صلاة الشفاء من مرض الكورونا لأجل أمي هي في أسوأ مرحلة من المرض الرب يبارك حياتك وخدمك احنا متتحدين معك في الصلاة هبة بتطلب صلاة ابن خالتي اسمه طوني معه كورونا وهو مريض سكري وهلأ بالمشفى بتمنى أنه تصلوله للرب يشفيه ويرده لعيلته عنده ولاد صغار احنا معاك متحدين بالصلاة يا أخت هبة في طلبة تانية طلبة صلاة من أجل الهام السكر والضغط عالي لمسة شفاء طلبة صلاة من أجل عيلة مصابة بكورونا بالإسكندرية في اسم يسوع هاي الطلبة من الأخت سناء طبعا في طلبات كتير لأجل أمراض تانية رح نجيها نلاحظت أن في كتير كمان طلبات من أجل أمراض الكانسر سنصلي لهاي الجزئية أيضا خلينا أشوف أنا عم بتصفح الأوراق فيه كمان طلبة من ثامر سلام المسيح نتحد بصلاة من أجل والدي كامل أصيب بمرض كورونا وهو في كندا في تورونتو هو الآن في المستشفى ونطلب من الرب أنه يشفيه ونعلن الشفاء بقوة وسلطان اسم يسوع المسيح أمين احنا متحدين معاك يا أخ ثامر في الصلاة شايف أنه كمان في طلبات صلاة من أجل الكانسر رح نصلي من أجل وإن احنا منسمع هاي الأسماء أنتو كل ما بذكروا اسم قولوا يا رب اتدخل وإش فيه طبعا في كمان طلبات كتير من أجل صلاة شفاء من أجل الكورونا فيروس الكورونا في أنا هون بشوف على مجموعة تاني من الاحتياجات الصلاة اللي بتصل للكانسلرز زوزوا من كندا شفاء إحدى الأقارب هون بيتكلم على الكانسر احنا حاليا أو كل هاي كلها كانسر رح نيجي للكانسر بس إسا خلينا نرفع كل هاي الاحتياجات وأنا برفع هاي الأوراق بنشرها أمام الرب في اسم الرب يسوع وكلياتنا نتحد بالصلاة ليس لنا ليس لنا لكن لسمك نعطي كل مجد أيها الرب الإله احنا بنضع كل هاي الأسماء التي ذرك ذكرت والأسماء التي لم تذكر اللي اتصلوا أو أنا بعرفهم شخصيا في اسم الرب يسوع المسيح يتمد يمينك الشافية من أجل كل مصابين المرض الكورونا بيغضوا النظر أي وضعية أي حالة وصلوا إلها في الدول العربية في كل مكان في أمريكا في أوروبا في أستراليا منرفع كل هذه الاحتياجات في اسم الرب يسوع وبتحد مع إخوته وأخواتي بالصلاة ننتهر هذا الوبأ في اسم الرب يسوع ومنصلي يا رب أن العلاج يكون سريع في هذه الأيام لكن منصلي من أجل معجزة شفاء لكل مرض الكورونا في اسم الرب يسوع المسيح وإحنا بنشكرك ومنعظم اسمك لأنك استمعت واستجاب في اسم الرب يسوع آمين آمين خليني أخد الجزء الثاني في مرضى كتير بس أنا إسا بدي أشوف المرضى في الكانسر وسام لو سمحت وصلها من أجل أمي اللي شفاءها من مرض السرطان ويعطيها الصحة ويطول بعمرها هي أبابا أوكي في كتير أمراض تانية خليني بس أشوف سوري أوكي روز بتقول أنا بحاجة للصلاة لأهل بيت اللي يعرفوا المسيح المخلص وأختي اسمها مونة مريضة السرطان والطب رفع إدي الكلمة الأخيرة للرب يسوع المسيح ودعاء بنت خالة حامل وعندها الإنزيمات عالية وأملاح المرارة عالية وخطر عجنين في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع وكمان من صلي من أجل زوزو من كندا من أجل شفاء أحد الأقارب من الكانسر سلوى من كندا شفاء من التهاب الجيوب الأنفية بنت المسيح من مصر من أجل شفاء ابنتها من الكانسر إلى أن العراق شفاء من كانسر في المخ وطبعا في طلبات كتيري يا رب هذا الوباء والمرض الخطير الكانسر اللي بيقطع الأمل لكن في رجاء في يسوع المسيح أنت استجبت في الماضي وانت قادر أنك تستجيب في الحاضر أنت هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد لا ولن تتغير أنت هو الرب شافينا يا من أخذت أسقامنا وحملت أمراضنا نعلن أننا بجلدتك شفينا في اسم الرب يسوع برفع كل مرضى الكانسر كل اللي بيشاهدونا وكل اللي كتابونا على صفحات الفيسبوك وكل اللي بيشاهدونا في هاي كل مريض بالكانسر منصلي ومننتهر هذا المرض في اسم الرب يسوع المسيح من أجل أصدقائنا وأحبائنا اللي بنعرفهم شخصيا أيضا تشفي من هذا المرض الخطير في اسم الرب يسوع اتدخل واعطي يا رب أغمر بحضورك وابعد كل انزعاج واملأ بفرح وسلام في القلب ويقين الحياة الأبدية واغمرنا يا رب بمحبتك وبسلامك وبارك على كل هؤلاء المرضى في الكانسر تشفيهم في اسم الرب يسوع آمين آمين مجدا للرب مفيد بقول صلاة من أجل نجل مينا في ضيقة أذكر في صلاةكو صلوا من أجل عيلتي الرب يتمجد في إصلاح علاقات أفراد الأسرة ومن أجل خلاص زوجي طلقني بسبب إيماني وأنا واثقة أن الرب يصلح الانكسار باسم يسوع آمين آمين باسم الرب يسوع عليزة صلاة من أجل تحرير أمي وهي مريضة واعتقد أنه هي مسكونة ومريضة أيضا في اسم الرب يسوع صلاة من أجل أمير وماجد ومرسيل وآيدن ربنا يسدد احتياجاتهم آمين في اسم الرب يسوع بلال من أجل من أجل لوضع الرب يده علي لشفاء من مرضي في الجهاز التنفسي في اسم الرب يسوع المسيح بدون ذكر في شخص طلب اذكرنا بالصلاة لأن 2020 كانت صعبة علينا وإن شاء الله سنة 2021 تكون خير على الجميع وشكرا إلك والرب يباركك ويقويك آمين أخوي رح نصلي ربنا يعودنا ضعفين في السنة القادمة شجرة الحياة بتكتب لنا طبعا بتكتب في اللغة الفرنسية بتطلب صلاة من أجل العيلة ومن أجل الأب ومن أجل الإخوة كمان في اسم الرب يسوع منحطهم بين إيديك يا رب سلوان صلاة إنه رب يبارك حياتنا ويعمل بالروح يقوينا في الإيمان ومنطلب صلاة من أجل أمة وأخته للشفاء باسم يسوع إحنا صلينا من أجل مرض الكورونا هاي حد تاني في اسم الرب يسوع منحط هاي الطلبات كمان منرفع أبو مايكل من بيت لحم بعاني من صعوبة في أمراض منصلي هيك الرب يسترد صحته وعافيته ويفرح كل عيلته وهذا العيد عيد الميلادي يكون عيد مجيد في حياتهم وينبسطه في بيت لحم ويعيده مع بعض في اسم الرب يسوع المسيح هدى صلاة من أجل الأولاد والعيلي وسام صلاة من أجل أولاد أخي اليتامة رب يسدد احتياجاتهم أمين الرب قاد الأرامل وأبو اليتامة وإعوازهم ويسهل كل المعاملات والصبر وزوجة أخي في اسم يسوع أمين إحنا معاك أخونا ميلاد أذكروني في صلواتكم ابنكم في ضيقة الرب يفتح الأبواب ويسدد ديون ويشفين من السكر ويقف مع أولادي في التعليم آمين في اسم الرب يسوع طلب من أجل ابني ربنا يعطي ولد آمين الرب يعطي النسل الصالح هاي الطلبة من مريا كلو ديت بتقول صلي لأولادي في اسم الرب يسوع شكري كمان طلب من أجلي ومن أجل عيلتي للشفاء من المرض في اسم الرب يسوع آمين في ريال صلاة لكل مريض لأبي وأبوي وزوج أختي وكل مريض فعلتنا وجميع المرضى آمين آمين احنا صلينا للكانسر والكورونا نضال بتكتب في الإنجليزي صلي من أجلي عندي ديقات وتجارب كتير وما عندي شغل محتاج أنه أجد الكنيسة الصحيحة إلي ولعلتي آمين ربنا يحقق طلبتك نضال هاي الطلبة كانت من نضال بدون ذكر الاسم صلاة أجل الشفاء مع عدم ذكر الاسم آمين صلينا من أجل الكورونا هون آمين ميكال آمين آمين صلاة آمين آمين أنه يرفع الحزن اللي تمكن مني وعلى حبايبي مايكل ابني وزوجي آمين آمين أسمع البعض آمين أسمع من البعض أنك لا تقبلين التعزية من قلبك كيف والجرح عميق لا يوصف وصلي كتير ودموعه آمين على المزامير والكتاب المقدس ماذا أفعل بعد ذلك أرجوك لا تنسوني في صلواتكو الرب يعود تعب محبتكو الرب شايفك الرب عارف ظروفك والرب يفرج همك وكل ضيقاتك في اسم الرب يسوع جيني من أجل جوزي مريض حتى الرب يشفيه بس مان صلاة من أجل حالة نفسية للشفاء من أمراض نفسية باسم الرب يسوع مرلين صليلي أنا تعباني جداً المسيح يستجيب صلاتك صميرة صلاة من أجل أولاده وبناته وأحفاده للبركة والنعمة والتقرب من الرب آمين في اسم الرب يسوع مرينا من أجل أخي الوحيد أنه يحمي أولاد زوجي كمان منال من أجل أختي هنا مريضة بالكانسر وهي تعباني في اسم الرب يسوع صليلي من أجل كانسر كمان نرفع هاي الأخت مريان من أجل أخي عمران عنده حصو في الكلية رب يشفيه بمعجزة في اسم الرب يسوع حبيب صلاة من أجل تم إجراء عملية لرفع الورن من الراس في اسم الرب يسوع من صلي أن الرب يتمجد أديبة صلي لأجل ابن ستيفن في الضيق رب يسمع صلاتك أمازيغ أطلو منكو أخواني في المسيح الأكتر عزانة من الإخو في الدم الصلاة لأني أعاني من المرض كل يوم أنا واثق أن يسوع الرب هو الوحيد الشاف أمين أخوي أمازيغ صلاة المسيح هنا في طلبة صلاة من أجل الجليل الجديد في البرازيل من الأخت لوريس حوة بتقول طلبة صلاة لأجل الجليد الجديد وكسر كل قوى الشر التي تحاول جاهدة لإحباط المسيرة الإلهية من الداخل والخارج صلاة بحضور بصورة شخصية للقس ميلاد يعقوب حماية ورعاية ونهضة وصلاة لأجل بيته وعائلته وأولاده يحفظوا بالمشيئة الإلهية وأن لا ينجح عدو النفوس بخطفهم من الكنيسة صلاة لأجل النجاح المشروع اللي بدأنا صلاة لأجلك طبعا بتطلب هي كمان صلاة بتصلي من أجلنا أشكرك يا أختي لوريس الجليل الجديد في صلواتنا ربنا يدخل وربنا يجيب السلام والحماية وربنا يكمل الرؤية وربنا يدخل في كل الأوضاع وليتكن مشيئة الرب يزيد شفينا من مرضي وأصلح وفي ميدان رسق تتحنن عليه يزيد الجيري منتهى ابن فادي حتى الرب يشفيه من مرضه ويسر أموره بدون ذكر اسم طلبت صلاة وأنا أطلب صلاة لابني أن يوفقه الرب بزواجه صلاة الإكليل هي في تاني يوم عيد الميلاد 26-12 إن كانت البنت صالحة ومن يد الرب فلتكن إرادة رب بأختي وكمان لابنك أنا بعارف أنك أنت أم وبتخافي ثقف الرب حط موضوعك أمام الرب والرب يدخل في مصلحتك أنت ومصلحت ابنك وفي مصلحت الزوجة البنت وأهلها كمان عشان نكون منصفين والرب يدخل وانت بتقولي أنا أدوجكم لاحظ اللهجة عرقية انت مش عم تدوجينها بالعكس إحنا معاك ومنصلي يا رب تدخل في هال في هالموضوع جلال صلاة من أجل عيلة البركة وشفاء المرضى صلينا من أجل هاي الطلبات لروز في نهى من أجل نصرات وحياته وتعاملات الرب معاه من أجل زوجة فاضلة في اسم الرب يسوع وزوج فاضل كمان دنيال وعيلته تتقدس ويحفظ ابنه أشير ويكون خادم للرب يهاب خلاص وانتشاله من حمقة الخطية باسم الرب يسوع الرب شايف كل هاي الطلبات والتفاصيل فيث تطلب صلاة بأولاده وزوجاته ومحفاده وحفاد يعني تطلب صلاة من أجل خلاص كل العائلة منكمل في صلاة من أجل جراحة خطيرة في يوم الاثنين من نوال من أمريكا بنت المسيح صلينا من أجل الكانسر سلوة من أجل التهاب الجيوب الأنفية مرقص من مصر شفاء من التهاب في الشعب الهوائي عائدة من كندا شفاء مشكلة في العين نتيجة أخطاء الأطباء ابن الرب شفاء يوسف من مشكلة في النظر إلين من العراق شفاء من كانسر المخ عادل من كندا من أجل شفاء أهل بيته سهيلة من العراق من أجل شفاء البنات طريزة من كندا شفاء الابن دينة من فلسطين من أجل شفاء الوالد مايس من سوريا شفاء من مرض في العضلات صار في كندا من أجل شفاء في حساسية في كل الجسم وطلبات كتير وما زال عم بيوصل الطلبات لكن نحب نرفع هاي الطلبات في الصلاة في اسم الرب يسوع المسيح يا رب يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر لا في طلب كبيري ولا صغيري بعيدة عنك يا رب أنت الإله العظيم أنت إله الآيات والمعجزات وأنت الذي قلت أفعل آيات لم تخلق ومكتوب والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا له المشد في الكنيسة إلى جميع أجيال دهر الدهور كان في طلبات صلاة من أجل خلاص العائلات والنفوس في اسم الرب يسوع خلص العائلات لأنه مكتوب آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك أما أنا وبيتي فنعبد الرب وبصلي يا رب في هذا العيد عيد الميلاد المجيد أنه كل شخص يختبرك كرب ومخلص على الحياة والكيان وتكون ولادة روحية في القلب ولادة جديدة يا سيدنا الرب وكل اللي طلبوا صلاة من أجل خلاص عائلاتهم ونفوسهم وأولادهم بناتهم والأحفاد منضعهم بين إيديك في اسم الرب يسوع كل طلبات الاحتياجات المرضى بحسب اختلاف أنواع المرضى في اسم الرب يسوع مكتوب وجميع الذين لمسوك نالوا الشفاء يا رب وإله استغذت بك فشفيتني باركي يا نفس الرب الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك في اسم الرب يسوع نرفع كل احتياجات الصلاة بين إيديك يا رب تتمجد وتستجيب سلام وصحة وبركة وفرح وحضور إلهي تفتح أبواب العمل وتحول اللعنة إلى بركة وتفيد بنعمة خاصة نرفع الجليل الجديد في البرازيل باركهم وسع تخومهم حافظ عليهم احميهم اتمجد فيهم بارك يا رب على كل العائلات يعرفوك من الكبير إلى الصغير وأيضا يا رب كل الطلبات والاحتياجات اللي مسكورة في هذا المكان تتمجد في استجابة الصلاة انت وعت يا سيدنا الرب وإحنا منيجي ليس لاقي استحقاق فينا لكن استحقاق الدم من أجل ما فعلته من أجل كل هذه الاحتياجات على الصليب في اسم الرب يسوع استجيب كل طلبة وكل صلاة وارفع كل ضيق وكل هم وكل غم وكل حزن وكل انزعاج وكل اضطراب يتحول تتحول بيوتنا إلى حضور إلهي إلى فرح سماوي إلى مجد إلى محبة إلى فرح وسلام أيضا في اسم الرب يسوع المسيح آمين آمين الرب إباركو موسيقى